حدثنا وكيع حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمري بن العاص عن عمري بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامكم وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر حدثنا وكيع حدثنا موسى بن علي بن رباح ذاك اللخمي عن أبيه قال سمعت عمري بن العاص يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر اجدد عليك سلاحك وثيابك واتيني ففعت فجئته وهو يتوضأ فصعد في البصر وصوبه وقال يا عمر إني أريد أن أبعثك وجها فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة قال قلت يا رسول الله أني لم أسلم رغبة في المال إنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك قال يا عمرون عم بالمال الصالح للرجل الصالح قال كذا في النسخة عم بنصب النون وكسر العين قال أبو عبيد بكسر النون والعين حثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذئي بن عن عمري بن العاص قال لا تلبس علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا حثنا محمد بن جعفر قال ثنى شعبة عن إسماعيل عن قيص بن أبي حازمين عن عمري بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل أبي فلاء ليس لي بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين حثنا محمد بن جعفر قال ثنى شعبة عن الحكام قال سمعت ذكوان يحدث عن مولا لعمري بن العاص أنه أرسله إلى علي يستأذنه على أسماء بنت عميس فأذنى له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرا عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن حثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عمري بن العاص قال عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف مثل حثنا أسود بن عامر قال ثنى جرير يعني ابن حازمين قال سمعت الحسن قال قال رجل لعمري بن العاص أرأيت رجلا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبه أليس رجلا صالحا قال بل قال قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبك وقد استعملك فقالا قد استعملني فوالله ما أدري أحبا كان لي منه أو استعانة بي ولكن سأحدثك برجلين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبهما عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خبيبي بن الزبير قال سمعت عبد الله بن أبي الهذي لقالا كان عمرو بن العاص يتخولنا فقال رجل من بكر ابني وإلى اللئن لم تنتهي قريش لا يضعن الله هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب سواهم فقال عمرو بن العاص كذبت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة حثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا موسى يعني ابن علي عن أبيه قال سمعت عمرو بن العاص يقول ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم أما هو فكان أزهد الناس في الدنيا وأنتم أرغبوا الناس فيها حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن موسى عن أبيه عن عمرو بن العاص قال كان فزع بالمدينة فأتيت على سالمين مولاء بحذيفة وهو محتب بحمائل سيفه فأخذت سيفا فاحتبيت بحمائله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ألا كان مفزعكم إلى الله وإلى رسوله ثم قال ألا فعتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان حثنا يحيى بن حمد قال أخبرنا عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء عن أبي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل قال فأتيته قال قلت يا رسول الله أي ناس أحب إليك قال عائشة قال قلت فمن الرجال قال أبوها إذن قال قلت ثم من قال عمرو قال فعد رجالا حسنا حسن بن موسى قال ثنى ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عمرنا بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمري بن العاصي أنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن أغتست أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحاب صلاة الصبح قالا فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقالا يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنوب قال قلت نعم يا رسول الله إني أحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن أغتست أن أهلك وذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحما فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا حسن حسن قال ثنى ابن لهيعة قال ثنى يزيد بن أبي حبيب قال أخبرني السويد بن قيس عن قيس بن سمي أن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها قال عمرو فوالله إن كنت لا أشد الناس حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ملأت عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رجعته بما أريد حتى لحق بالله عز وجل حياء منه حسن يحيى بن غيلان قال ثنى رشدين حدثني موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص قال قال رجل يا رسول الله أي العمل أفضل قال إيمان بالله وتصديق وجهاد في سبيل الله وحج مبرور قال الرجل أكثر تايا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلين الكلام وبذل الطعام وسماح وحسن خلق قال الرجل أريد كلمة واحدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذهب فلا تتهم الله على نفسك حسن أبو سلمة الخزاعي حدث أنا بكر بن مضر قال سمعت أبا هاني أن يقول سمعت علي بن راباح يقول سمعت عمرو بن العاص يقول وهو على المنبري للناس ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم أما هو فأزهد الناس في الدنيا وأما أنتم فأرغب الناس فيها حسن أبو سلمة قال أخبرنا بكر بن مضر عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن بسري بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرو بن العاصي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر أدثنا يحيى بن إسحاق قال ثنى ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح قال سمعت عمرو بن العاص يقول لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيه أصبحتم ترغبون في الدنيا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيها والله ما آتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر مما له قال فقال له بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف قال وقال غير يحيى والله ما مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الدهر إلا والذي عليه أكثر من الذي له حسن بن موسى قال ثناء بن لهيعة تحدثنا أبو قبيل عن مالك بن عبد الله عن عمر بن العاصي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي موضع آخر قال مالك بن عبد الله عن عبد الله بن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنه استعاذ من سبع موتات موت الفجأة ومن لدغ الحية ومن السبوع ومن الغرق ومن الحرق ومن أن يخرى على شيء أو يخرى عليه شيء ومن القتل عند فرار الزحف حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين قال ثناء عبد الله بن جعفر يعني المخرامية قال ثناء يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن بصري بن سعيد عن أبي قيص مولى عمر بن العاصي عن عمر بن العاصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على سبعة أحرف على أي حرف قرأتم فقد أصبتم فلا تتماروا فيه فإن المراء فيه كفر حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد الله بن جعفر قال ثناء يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن بصري بن سعيد عن أبي قيص مولى عمر بن العاصي عن عمر بن العاصي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرني وإن أخطأ فله أجر قال يزيد فذكرت ذلك لأبي بكر بن حزمين فقال هكذا حدثني به أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حفن أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمني بن المسوري بن مخرمت قال أخبرني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن بصري بن سعيد عن أبي قيص مولى عمر بن العاصي قال سمع عمر بن العاصي رجلا يقرأ آية من القرآن فقال من أقرأك ها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير هذا فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله آية كذا وكذا ثم قرأها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت فقال الآخر يا رسول الله فقرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس هكذا هكذا يا رسول الله قال هكذا أنزلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأي ذلك قرأتم فقد أحسنتم ولا تماروا فيه فإن المراء فيه كفر أو آية الكفر حثنا موسى بن داود قال أخبرنا أبن لهيعة عن عبد الله بن سليمان عن محمد بن راشد المراضي عن عمري بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قومين يظهر فيهم الرباء إلا أخذوا بالسنة وما من قومين يظهر فيهم الرشاء إلا أخذوا بالرعب حثنا أبو معاوية عن الأعمشي عن أبي صالح قال استأذن عمرو بن العاصي على فاطمة فأذنت له قال ثم علي قالوا لا قال فرجع ثم استأذن عليها مرة أخرى فقال ثم علي قالوا نعم فدخل عليها فقال له علي ما منعك أن تدخل حين لم تجدني هاهنا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانه أن ندخل على المغيابات أدثنا أبو النضر قال ثناء الفرج قال ثناء محمد بن عبد الأعلى عن أبيه عن عبد الله بن عمر وعن عمري بن العاصي قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمان يختصمان فقال لعمر وقض بينهما يا عمر فقال أنت أولى بذلك مني يا رسول الله قال وإن كان قال فإذا قضيت بينهما فما لي قال أن أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلاك عشر حسنات وإن أنت أشتهدت فأخطأت فلاك حسنة حدثنا هاشم قال ثناء الفرج عن ربيعة بن يزيد عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غيرا أنه قال فإن اجتهدت فأصبت القضاء فلاك عشرة أجور وإن اجتهدت فأخطأت فلاك أجر واحد فدثنا سليمان بن حرب وحسن بن موسى قال ثناء حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال كنا مع عمري بن العاصي في حج أو عمرة حتى إذا كنا بمر الظهران فإذا امرأة في هوداجها قد وضعت يدها على هوداجها قال فامال فدخل الشعب فدخلنا معه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فإذا نحن بغرباء كثيرة فيها غراب أعسام أحمر المنقار والرجلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من النساء إلا مثل هذا الغراب في هذه الغربان قال حسن فإذا امرأة في يديها حبائرها وخواتيمها قد وضعت يديها ولم يقل حسن بمر الظهران حسن يحيى بن إسحاق أخبرنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة أن عمرو بن العاصي قال لما ألقى الله عز وجل في قلبي الإسلام قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعني فبسط يده إلي فقلت لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمرو أما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها من الله ذنوبة يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله من الله ذنوبة يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله من الله